تتواصل فعاليات الملتقى الثقافي الرابع عشر لثقافة وفنون الفتاة والمرأة بمشروع أهل مصر بأسوان فعاليات الملتقى تمتد حتى الرابع والعشرين من الشهر الجاري وتضم عددا من الورش الحرفية والتدريبات وورشا لاكتشاف المواهب الملتقى الثقافي الرابع عشر لثقافة وفنون الفتاة والمرأة بمشروع أهل مصر شهدت فعالياته ورشا فنية وثقافية بالمدينة الشبابية بأسوان الملتقة تنظمه الهيئة العامة لقصول الثقافة وتصدف 129 فتاة وسيدة من 6 محافظات حدودية هي شمال سيناء وجنوب سيناء والوادي الجديد ومطروح والبحر الأحمر وأصوان بالإضافة إلى القاهرة فعاليات الملتقة تشمل تنفيذ عدد من الورش الحرافية منها ورشة فن المكرمية إضافة لورشة الكروش والخرز وورشة الاكسسوارات باستخدام خامات مختلفة وفي مجال الورش الفنية أقيمت ورشة الفن التشكيلية وتتناول الفنون التشكيلية المختلفة مع إحياء التراس النوبي الفعاليات أيضا شاملت تدريبات حول كيفية التفرقة بين الجلد الطبيعية والصناعية وكيفية تصنيع العطور النوبية والأصوانية من عطور مختلفة باستخدام المسك وطحنه ثم دمجه بمجموعة من العطور في نفس السياق عقدت ورشة لاكتشاف المواهب حول فعاليات كتابة السيناريو وتهدف لتنمية قدرات الفتيات الإبداعية وكذلك فعالية حول الغناء والموسيقى لتنمية السلوك من خلال الموسيقى واكتشاف المواهب الصوتية وتنميتها مع تقويمها على أغاني التراس والأغاني الوطنية والفلكلورية فعاليات متنوعة زخر بها الملتقى الثقافي الرابع عشر لثقافة وفنون الفتاة والمرأة بمشروع أهل مصر لإسراء التنوع الثقافي والفنية لأمهات المستقبل ومربيات سواعد مصر وعقولها